موسيقى 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 السلام عليكم أهل وسائل بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من أحداث وأصداء حيث يواصل الجيش العراقي بقوام 30 ألف جندي مسنودا بميليشيات الحجد الشيعي وأبناء العشائر السنية حملته العسكرية على تنظيم الدولة لدحره من تكريت وتدور حاليا معارك عنيفة اتسمت بإصرار وتصدي تنظيم الدولة أدت إلى قتل وإصابة العشرات من تنظيم الدولة والجيش العراقي وعلى رأسهم قائد الفرقة السابعة العميد مجيد اللهيبي حرب يبدو أنها لم تحقق أهدافها المسطرة بعد بسبب لعنة المحاصصة الطائفية حتى في زمن الحرب فهذا وزير الخارجية السعودي يصرح بأن إيران تقوم بالاستلاء على العراق فيؤيد تصريحه السنة ويرفضه الشيعة فيؤيد تصريحه السنة ويرفضه الشيعة والأكراد وهذا رئيس البرلمان العراقي يدعو السنة لمشاركة أقوى في تحرير مناطقهم لا سيما محافظة صلاح الدين ونواب شيعة يبررون تدخل إيران في العراق بسبب غياب العرب وانتشار داعش بينما يبكي بنكيمون على الأثار التي تعود لألاف السنين وقام التنظيم بتحطيمها لمزيد من تفاصيل حول هذا الموضوع نشاهد معا هذا التقرير ثم نعود إلى النقاش قيادة عملية صلاح الدين في الجيش العراقي مدعومة بميليشيات الحشد الشعبي الشيعية وبقوات إيرانية عبرت الحدود أعلنت استعادة السيطرة على ناحية الزلايا وعوينات ومناطق من مكيشيفا جنوب تيكريت بالإضافة إلى محاصرة تيكريت من الجهات الأربعة بعد تحرير منطقة البوعجيل وفي دعم أمريكي كامل المجهود الحربي للحكومة العراقية وصل رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارتين ديمبسي اليوم إلى بغداد بعد نحو أسبوع من بدء الجيش العراقي ودفع الجنرال ديمبسي عن وطيرة الحملة التي تستهدف مواقع تنظيم الدولة في العراق والسوريا وقال إن تحقيق أهداف الحملة يحتاج إلى صبر استراتيجي إيران من جهتها تشارك بفعالية في المعارك لاستعادة تيكريت وكانت أرتان من الدبابات عبرت الحدود إلى العراق في وقت سابق فيما صرح علي يونسي مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إيران اليوم أصبحت إمبراطورية كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها بغداد حاليا وهي مركز حضارتنا وثقافتنا وهويتنا كما في الماضي وذلك في إشارة إلى استعادة الإمبراطورية الفارسية الساسانية التي احتلت العراق وجعلت المدائن عاصمة لها يذكر أن في اليوم السابع للعملية الجارية لتحرير تيكريت ومع احتدام المعارك العسكرية بدأ عدد النازحين أكبر من قدرة محافظات الجوار على استعابها في تصاعد مريع للمأساة الإنسانية للحرب في سوريا وفي العراق ضد تنظيم الدولة الإسلامية والذي أودى بحياة الآلاف من القتلى وتسبب في الملايين من النازحين لمناقشة هذا الموضوع معنا السيد قصي المعتصم المحلل السياسي العراقي أهل وسلم بك سيد قصي سيد قصي تكريت محاصرة من الجهات الأربعة وقد تم حصارها من قبل وخيضت معارك عنيفة مع تنظيم الدولة لكن يبدو أن الأمور تطول لماذا؟ حقيقة الأمور هي ليست مطوقة من الجهات الأربعة بل من جهة واحدة فقط تمتد من شرق نهار دجلة بدءا من منطقة الدور إلى منطقة العلم وهذه المناطق بضمنها مناطق التي اليوم تم تحريرها هي البعاجيل هذه المنطقة تكون شرق نهار دجلة والعمل فيها سهل القتال فيها لا توجد أراضي وعرة جدا وأرض سهلية وتواجد الداعش والقوات قليل جدا ولكن اسلوب القتال للجيش هو اسلوب حرق حرق المنطقة ثم التقدم قصف قصف مككز وتهديم كل شيء أمامه ثم يتقدمون وعندما يتقدم الآن يقال صار تأخير في عملية التقدم بوجود الألغام ووجود المفخات وغيرها المعركة الحقيقية لم تبدأ لحد الآن المعركة الحقيقية هي عبر النهر هي منطقة غربية التي تمتد من شمال سامراء باتجاه العوجة باتجاه تكريد الجهة الشرقية تمتد إلى مسافة 60 كيلومتر بين العلم والدور ومبين العلم وبيجي حلول 30 كيلومتر يعني المسافة هذه هالمنطقة بالذات بين شمال بيجي إلى سد سامراء هي النهر دجلة يكون فيه في أعلى مناسبة من كل دجلة عندما يدخل من تركيا إلى العراق لكون هذه المنطقة فيها سد والمنسوب المياه مرتفع هناك منطقة نهرية تعتبر من أصعب الموانع المائية تجاه أي قوة عسكرية لوجود عدد كبير من الأنهار والجزرات الوسطية وهذا بالنسبة مع وجود جسر واحد وجسر تكريد ولذلك المعركة تبدأ في غرب وهي تكريد غربها كل المناتق التي قاتل عنها الجيش الآن هي كلها في شرق النهر هذا من مناطق الدور إلى العلم هذه المناطق قلت لك آمنة الآن المعركة الحقيقية لم تبدأ لأن المعركة ستكون عبر النهر حالة ما تعبر النهر ولا يوجد إمكانية لعبور النهر إلا بمشات وغيرها يعني الدروع لن ستعبر باستثناء جسر واحد موجود القضية ليست سهلة المعركة بكل تداعياتها سواء طرد داعش أو لم يطرد هي خسائر للعراق كله وخسائر العراقيين لأن هذه العملية لم تتوفر لها مستلزمات المعركة الحقيقية وأولها هي القرار السياسي على المصالحة الوطنية على أن يكون أبناء السنة هم من يقاتلون داعش هذا في شق سياسي سنعود إلى ذلك لكن نبقى في الجانب العسكري هل تكريت هي المعسكر المتقدم لتنظيم الدولة إذا ما سقط ربما يتعرى ظهره في الموصل حقيقة الأمر هو ليست المتقدم وإنما هم أعداد بسيطة في تكريت حسب كل التقاريط تشير إلى معدول مئات يعني لا يتجاوز 750 من داعش قيل أنه قتل منهم 300 الموجودون في صلاح الدين هم أهلها وهم العشائر وهم ما تدعي الحكومة أنهم أنصار صدام حسين وأنصار النظام السابق وكل هذا أكو حقد على المنطقة هذه رغبة إيران في السيطرة عليها هي يكسر شوكة العراقيين باعتبار أن هذه المنطقة تبثل مصقة رأس الشخص الذي أذقهم السم ولذلك أعدموا الرئيس صدام حسين ولم يكتفوا واليوم يذهبون إلى أن يدمروا هذه المنطقة لأنه صدام حسين تكريتي يعني هو من بالضبط هذا الناس يعرفه جيدا وأيضا هذه العملية برمتها ستجعل من داعش أقوى كثيرا ما هي عليه الآن لأنه أصبح هناك شيء اسم صراع طائفي هذا الموضوع الذي يبرز على الساحة سيؤدي إلى توغل الطائفية أكثر في العراق إيران عندما تحشد قوات عسكرية بميليشيات وغيرها من يقتل من الشيعة والسنة هو كسب لإيران والمكاسب التي يحصل عليها الجيش أو الميليشيات هي لصالح إيران وهذا ما أعلنته أخيرا وقالت أنه ستمتد الإمبراطورية السنة هذا علي يونسي نعم هذا تدخل إيران في العراق ومطامحها معروفة ويقف ضدها الشيعة قبل السنة لأنه من سيتحمل الضرر الأكبر من وجود إيران في العراق هم الشيعة وخطاب الخطاب الواضح والصريح لرجال دين شيعة عرب واضح جدا هم ضد تدخل إيران ضد المذهب الصفوي وأيضا الشيعة يقتلون كل من يقف ضد هذا المشروع يقتل ومثل ما حصل في كربلاء علقت جثث أبناء الشيعة على الأعمدة حرقت سحلت في الشوارع قتل منهم العشرات والعشرات منهم الآن في السجون محكوم بالمؤبد من الشيعة هؤلاء لماذا تراجع الصدر عن مقتد الصدر عن كان قد قال بأنه لن سيحل هذه الميليشيات ولكن الآن يبدو أنه تراجع ويرود الحفاظ على هذه الميليشيات يريد أن تكون في هذه الحرب هو أراد أن يوجه رسال الحكومة وينأى بنفسه عن الجرام التي ستتحصل الصدريين لم يشتركوا الآن في معارك سامراء أو في معارك تكريت الصدر يريد أن ينتهي دور الميليشيات ولكن الميليشيات هي من تسيطر عن الحكومة هي من تحدد من يكون رئيس الزراء هي صدر القوانين ولذلك من الصعب جدا أن تترك ميليشيات تترك السلاح وغيرها يسيطر عليها وهذا ما حصل أول أمس عندما دخلت ميليشيات إلى منطقة الصدر واعتقلوا أكثر من ثلاثين شخص من المدنيين البسطاء واختفوا ثم عادوا مرة ثانية أبقى معي سيد قصي المعتصم ما ينضم إلينا السيد محمد الحمدون الناطق الرسمي باسم الحراك الشعبي من العراق أهل وسهلا بك سيد محمد الحمدون حياك الله وبيعك الله يبارك فيك سيد محمد الحمدون وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل قال بأن إيران الآن تقوم بالاستلاء على العراق وقد وفقه أهل السنة في ذلك ورفض هذا التصريح كل من الشيعة والأكراد هل هذا جاء ردا على ما قاله علي يونسي من أن الحرب الآن صارت طائفية أكثر من أي وقت مضى في العراق بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة اليوم وليس صحف الأذاني شيء إذا احتاج النهار إلى دليلي اليوم تدخل إيران صارق واضح قبل كان هناك تورية وكان هناك غموط في تدخل إيران اليوم أصبح كل شيء واضح وعلى العلن تصريحات يونسي كانت واضحة ولكن نحن في العراق نشد ذلك صراحة وعلانية قاسم سليماني هو القائد الفعلي لا يوجد لأي حكومة عراقية صاحبة تأثير على الملف على الملف القانوني أو الحقوقي أو حتى على مستوى الميدان والقتال والتشريع الكلمة العرية لإيران ببئات قاسم سليماني وأمريكا دفعت الكثير لكي يقعوا في حضن إيران يعني حتى أن من ذهب إلى أمريكا لطلب دعم السلاح من الأنبار وغير ذلك أمريكا الجواب النهائي أن أرجعوا إلى الحكومة وبالتالي أرجعوا إلى إيران بمعنى اليوم أن هناك تواقع كامل لتسليم العراق إلى إيران وأعتقد تصريحات الخليج جاءت متأخرة جدا يعني اليوم وصلنا إلى مرحلة يعني نهايات النفوذ الإيراني ونهايات الاستملاك النهائي ووضع اليد على العراق واليمن والسوريا ولبنان لكن السيد محمد الحمدون نعم لكن السيد محمد الحمدون في الوقت الذي تنخرط إيران تقريب كلية في هذه الحرب بمستشاريها ظاهر لكنها بأسلاحتها وبجنودها وبضباطها يكتفي الزعماء العرب خاصة الدول المحيطة مثل العربية السعودية يكتفون فقط بهذه التصريحات واتهام إيران بالتدخل ماذا يفعلونهم مقابل ما تفعله إيران أليس من واجبهم حماية أهل السنة الذين يتعرضون من حين إلى آخر إلى شبه إبادة خاصة في المناطق التي يخرج منها تنظيم الدولة يعني نتكلم بصراحة دور الخليج دور ضعيف جدا وهزيل يكتب وراء التصريحات وكأنه يصف والوصف لا نحتاج له لكل يوم إيران على لن تخبر أنها احتلت العراق وأنها اليوم رجعت إلى أمبراطوريتها وأن بغداد عاصمتها يعني ها تصبح كل فترة يعني لا نحتاج إلى تصريحات الخليج لكن الحقيقة المحزنة أن اليوم الخليج عزف عزوك تام عن إيجاب توازن حقيقي في المنطقة اليوم إيران ليست خجلة عن تدخلها في المنطقة وشؤون المنطقة وأنها صاحبة اليد العليا لكن يختبئ الخليج وراء تصريحات ثم حتى أزت النار عندها إلى اليمن ولا نعلم الهدف القادم من سيكون وقطعا ستكون السعودية اليوم نعتقد أن داعش يعني جاءت تكمل دور التي نراها حقيقة تكمل دور تكمل دور إيران يعني المنطقة كالآتي اليوم السيناريو الذي حصل في ديالة في جرط الصقر في تلطاسة في يترب في الضلوعية وحصل بالأمس في الدور ومجمع الدور والعلم أن هناك اتفاق معلوم أن داعش تتمكن من هذه المناطق ثم تعيف بساذا وإذا بيوم وليلة حين يأتي الحشد تختفي لا تستطيع حتى مقاومة تختفي بين عشية وبحاها لتسلم الأرض على طبق من ذهب إلى الميليشيات والميليشيات تعيف فساذا وتقتل وتهلك الحرثة والنزل شكرا جزيلا على الأرض الواقع تنتقم شكرا جزيلا سيد محمد الحمدون الناطق الرسمي باسم الحراك الشعبي كنت معنا من العراق سؤال مهم جدا نطرحه دائما على الإخوة هناك مثلا وزير الدفاع أو رئيس البرلمان العراقي يعني يدعو أهل السنة والعشائر خاصة أبناء العشائر إلى أن يقاتلوا في المناطق المتواجدين بها أن يقاتلوا تنظيم الدولة وأنك كذلك إبراهيم الجعفر وزير الخارج يدعو الجامعة العربية لاتخاذ إجراءات لمنع تمدد الدولة الإسلامية داعش يعني في حاجة إلى السنة سواء دول المحيطة أو السنة داخل العراق لماذا لا يستغل السنة هذه المطلبية من طرف الحكومة العراقية من أجل فرض شروطهم أوقفوا إيران وسنتدخل معكم بكل قوة ونحارب تنظيم الدولة وحقيقة الأمر هو أكو موضوع رئيسي الجميع يتغافل عنه أنه هؤلاء الموجودين على الأرض من موصل إلى الفلوجة هؤلاء كانوا إلى حد قبل دخول داعش هم مقاومة وطنية تريد حقوق تريد مساواة مع أبناء الشعب العراقي لا تريد تهميش كانوا يقتلون ويضربون ويهجرون ويعتقلون القضية هنا اليوم هذه التجمعات أصبحت بين نارين بين فكرين مجرمين ميليشيات إيران وداعش وأصبحهم في الوسط أي قتال يدور بين هؤلاء سيتحمل المواطنين أضرار هذا الآن عندما سيدخلون صلاح الدين صدقني لن تجد بعدها بيت واحد قائم إذن من سيتحمل الأضرار وهكذا ينعكس على الموصل أيضا مئات الألوف من البشر سيقتلون لمصلحة من يقتلون الآن الوضع مستقر هو قابل باحتلال داعش وأمام ميليشيات مع من يكون لا يريد ولكن إن صار صراع سيتحمل المواطن العراقي سيتحملها أبناء هؤلاء كيف يقاتلون وهم يحاربون من الدولة في 2007 حاربوا الإرهاب وطردوا من العراق وقتلوا وهجر أبنائهم واعتقلوا كيف يقاتلون الآن ليس لديهم سلاح ليس لديهم دعم من الدولة والحرس الوطني مشكوك في إصدار قانون لكون إيران تعترض عليه لا تريد لهذه المنطقة أن تتسلح أن ندافع عن نفسها لأنه أن دافعت عن نفسها وأصبحت قوة متوازنة في المجتمع العراقي هذا يعود العراق موحد بلد مستقر هذا لا يخدم إيران سيقوي شوكتهم وصفهم وكلمتهم داخلهم سيتعارض لا يريدون لا يريدون لوحدة الشعب العراقي نعم وكل ما يقتل أكثر من الشعاء كل ما يوحي أنه السنة هم من قتلهم وداعش وكل ما يقتل من السنة أنه الميليشيات والحيث الشعبي في هذه المعادلة التي وضعتها إيران لقتل أبناء الشعب العراقي لمصالحها ولا تريد مصالحة وطنية ولا تريد أن يتوحل الشعب العراقي ويعيش آمن مستقر هذا الجنرال مارتن ديمسي رئيس هيئة الأركان للجيوش الأمريكية وصل فجأة إلى بغداد ويدعو دع الجميع إلى الصبر استراتيجي من أجل قتال داعش والصبر على هذا الاستراتيجي لكي يحق الانتصار على ماذا يقصد بهذا الصبر الاستراتيجيا؟ حقيقة الأمر هم يخشون من أبعاد هذا لو تطور الأمر واقتحمت تكريت وصارت إبادة ضد السنة العالم كل السنة كلها سيكون في العراق هذا سيؤدي إلى حرب عالمية داخل العراق هنا هذه الموضوع هنا أمريكا سوف لن تكون قادرة على ضبط الأمور بعد هذا بالنسبة لصلاح الدين صلاح الدين خط أحمر أمام السنة صلاح الدين تمثل قلعة مقاومة مثل ما كانت الثلوجة والأمريكان يعرفون ذلك ويعرفون تأثير هذه المنطقة لذلك لم يشتركوا في هذه المعركة لأنه لو اشتركوا في هذه المعركة سيحسبون على الميليشيات وإيران وبالتالي حتى ولاية المتحدة في الداخل قد تتضرر لذلك نقوا بنفسهم تماما وأعلموا صراحة على مشتراككم لأنه يعرفون اللعبة يعرفون هذه اللعبة إيرانية مع ميليشياتها لغرض قتل أكثر ما يمكن من الشيعة والسنة معا هنا هي المعادلة هناك مواطنين مطالبين يطالبون بحقوق هناك ناس يدون سلام مثلما الشيعة يدون السلام الشيعة السنة أيضا في هذه المعادلة يدون السلام ولكن إيران لا تريد إيران تدفع بقوتها وتحشد الحكومة وعملاءها الموجودين في الحكومة لغرض تدمير العراق وعلى أقل تقدير التقسيم الذي تحلم بإيران هي أن تصل إلى شمال سامراء من هذه المنطقة هو الحلم الذي بالنسبة لهم من شمال سامراء وجنوبا إلى الفاو الضمت إيران بالنسبة لأمريكا لا يتعاوذ معنا صالحها حينما لا تصل لكركوك وغيرها من أنه يأمن بصالح كردستان والنفط إذن أقوى بصالح مصلحة أبريكية إيرانية في الوضع الذي يجد على العراق الآن من يدفع ثمنه هم أبناء العراق نعم نعود إلى تكريت أستاذ قصير المواطنة ستمن تبقى حل السياسة وكذلك عندك خبرة في شؤون العسكرية باعتبارك عسكري سابق كيف ما هي المدة المتوقعة لهذه الحرب وهذه الحملة العسكرية على تنظيم الدولة في تكريت تحريرها وما هو الثمن أعتقد أنه من أصعب من الموصل صراحة ديسة تكون أصعب بكثير من الموصل لليقاتلون الميليشيات هم العراقيين هم المقاومة العراقية هم الناس اللي يريدون يحمون أهل السنة بغض نظر عن داعش داعش طارق داعش تنظيم إرهابي جاء به لتغيير قناعات ولخلق ازدزاعات في المنطقة معروف وأدواره معروفة وجرائمه معروفة ولكن جرائم الميليشيات عشر أضعاف داعش إذن الاثنين فكر إجرامي هؤلاء الناس داعش ستهرب حالما تشعر أنه هناك ضغط عليها ولا يبقى السكان ليتحملون مثل ما تحملوا جماعة جرفة الصخر وتحملوا المخدادية وقتلوا في بروانا وقتلوا في كثير من المناطق لدخل الحجر الشعبي وأباد أهل السنة فيها هؤلاء الناس أجربوا بحق العراق وسيواجه الجيش الميليشيات قتال لم يشهد له العراق من قبل أتوقع ولا سامح الله أنه سيقتل ما لا يقل عن عشرين أثلاثين ألف في هذه المعركة لأنها ستكون بالنسبة لإيران حاسمة وبالنسبة للمقاومة حاسمة القضية هنا يجب أن يتدخل رئيس وزراء إذا سمحت لحظة يتدخل رئيس وزراء أن ينقض العراق من هذه المذبحة هذه القضية علاجة سهل علاجة بالمصالحة علاجة أنه أهل تكريت وأهل هالمحافظات هم من يقاتلون داعش ويطردوها فقط أعطوهم الأمان فقط أعطوهم الثقة بالنفس فقط أعطوهم أنهم مكون من مكونات العراق لماذا نفرط بأبناء نشيعة وسنة من أجل إيران هذا هنا هو السؤال نعم هذا سؤال مهم جدا وكذلك ثلاثون ألف تعداد الجيش العراقي الذي يهاجم تكريت وأنت كنت تقول لي أن تنظيم الدولة موجود بالمئات فقط متحصن بالمئات في تكريت لماذا هذا لا تكافأ في العدد إذن الحرب ليست على تنظيم الدولة وحدها ثلاثون ألف مقابل مئات لأنه هذا ليس جيش أي معركة تتطلب إعداد السرية والكتمان وتحشيد ومناورة وغيرها من الأمور الأساسية لأي معركة هذه المعركة قبل أن تبدأ بأسبوع تطبل الناتو تزمر لها اليوم تسمع وصلنا إلى هذه المنطقة سنحشد هذه المنطقة سندخل من هذه المنطقة هذا كلام غير صحيح هذا كلام حتى عصابات ما تسويه وين القيادات العسكرية أن أردت أن تهاجم منطقة عليك أن تباغت أولا بالمكان والزمان والسلاح وبالتحشد لحد اليوم يقال أنه نتأمل أن يفتح محور آخر يكذبون على الناس أنهم تكريت مطوقة من أربع جهاد هذا شيء طبيعي لأن القيادة ليست واحدة هناك قيادة للحشد الشيعي وهناك قيادة للجيش وهناك قيادة للأكراد حتى تضيع دماء العراقي مثل ما ضاعف في سبايكر لحد الآن سبعة أشواء لا يعرفون من قتل سبايكر لماذا وضعت سبايكر لحد اليوم حتى تتخذ عذر الآن انتقاما لأهالي سبايكر من قتل سبايكر أهالي سبايكر لماذا لم تعلن الحكومة لحد الآن هذا القصد أي مواطن بسيط يدرك أن هذه الأمور تصف في إيذاء العراقيين هناك سؤال استراتيجي في هذه المسألة مسألة العراق ككل ووجود العراق جيشا ودولة هل يعقل أن الدولة مثل العراق لا يستطيع جيشها أن يحارب تنظيم مثل تنظيم الدولة إلا بالحشد الشيعي وأبناء العشائر مقاتلين من أبناء العشائر وأبناء الآن عشتار وأبناء المسيحيين وأبناء الأكراد يعني هذا الجيش يعني لماذا الجيش يقاتل بالميليشيات يعني أين الجيش العراقي بعدما ذهب الصدام ذهب جيش العراق ذهبت العراقي هذا الجيش لا يحمل مواصفات الجيش لا بالخبرة ولا بالتدريب ولا بالتسليح وإيران لا تريد أن تبني جيش وطني عراقي هذا واضح الأمر لو كان عندنا جيش وطني عراقي ما كان إيران تدخل كيف يسمح إيران تدخل وإن يحرر بلده لو كان عندنا جيش وطني أنا شخصيا أذهب غدا لمقاتلة أي رهابي ولكن تحت أمرت من قاسم سليماني يقودني هذا يعني عار على العسكرية العراقية أن يأتي إيراني أين كان قاسم سليماني في ثمان سنوات الحرب أين كان قادة إيراني وهذا مارتن ديمبسي أشار إلى هذا وقال لن نزود العراق بمستشاري لأنه فيه مستشاري موجودين على الأرض ولم يوظفوا بعد لم يستغلوا في لا تريد أمريكا تعرف اللعبة أنا حكيتك يا الآن بصراحة وقد لا ترضي البعض من ما طرحت ولكن هذه الحقيقة أنا ابن العراق أنا يهمني الدم العراقي أنا يهمني ابن البصرة ابن العمارة في وقت الأوقات كانت هذه العمارة يقولون طرقاء علفة برزان بيس بهل العمارة اليوم طرقاء علفة داعش بيس بهل العمارة هذا مثل شعبي بالعراق لأنه كانت الحرب في الشمال اليوم الشيع يدفعون ثمن غالي بلا سبب للمصلحة إيران نحن بنسبة لنا كل قطرة دم عراقية هي في رقبتنا وفي رقبة هذه الحكومة وسيتحملون أمام التاريخ كل دم عراقي يسقط أنتم ستكونوا مسؤولون عنه يا حكومة العراق لأن الحل أمامكم بدون خسائر قتال بدون خسائر بشر بدون خسائر ثروات أمامكم الحل وهو شعبكم يلزموا شعبكم ووحدوا شعبكم لن يبقى أرهاب على العراق ومن ضمنهم قوات إيران تخرج خارج العراق إذن الجيش العراقي قوات الحجد الشعبي الشيعي تحارب كلها من أجل مصالح إيران وكذلك الحوثيون في اليمن يقاتلون من أجل مصالح إيران في اليمن هذا ما سنتطرق إليه في القسم الثاني من برنامجنا أحداث وأصداء بعد هذا الفاصل سوف نذهب إلى اليمن فابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر صح صح شكرا 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 اهلا بكم مجددا معنا في هذا الشطر الثاني من أحداث وأصداء والذي سنتناول فيه مستجدات الوضع باليمن حيث ناشد الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي من عدن عاصمة جنوب اليمن إلى نقل الحوار الوطني إلى العاصمة السعودية الرياض وبرعاية مجلس التعاون الخالجي ولم يمر يومان على المناشدة حتى أعلن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز عن ترحيب دول مجلس التعاون الخالجي بنقل الحوار إلى الرياض وسبق وأنخاضت القوى السياسية اليمنية جوالات من الحوار الوطني في صنعاء لكنها باءت كلها بالفشل بسبب الضغوط التي يمارس الحوثيون على المتحاورين منذ استلائهم على العاصمة الصنعاء في الواحد والعشرين من سبتمبر من السنة المنقضية ويعود الرئيس اليمني أو ويعول الرئيس اليمن كثيرا على استئناف الحوار بالرياض بين جميع الأطراف في إطار المبادرة الخالجية ومخرجات الحوار الوطني وكانت إيران قد أبرمت في بحر الأيام السابقة اتفاقية نقل جوي مع الحوثيين من العاصمة صنعاء إلى طهران ما اعتبره بعضهم تصعيدا خطيرا يصب في صالح المزيد من الإقسام بين الإخوة الفرقاء في اليمن لمناقشة هذا الوضع في اليمن ينضم إلينا عبر خدمة السكايب السيد محمد الفقيه الدكتور المحلل السياسي اليمني أهلا وسهلا بك دكتور محمد أهلا وسهلا بك وبالأفضل المشاهدين في كل مكان أهلا وسهلا ما تعليقك عن هروب وزير الدفاع من قبضة الحوثيين إلى عدن والله هذه يعني سقوط ورقة أخرى من أوراق الضغط التي كانت بيد الميليشيا المتمردة نعم الشرعية وهذا يعزز موقف الشرعية في عدن الآن قيادة الرئيس عبد الربوهادي الذي الآن يمثل الشرعية الدستورية وهو رئيس شرعي للجمهورية اليمنية بكل أقاليمها لكن كنا ننتظر أن يفلت رئيس الوزراء خالد البحاح لكن أفلت وزير الدفاع هل لهذا معنى عسكري أكثر يعني في التحذيرات أو على الأقل احتياطات عسكرية باعتبار أن الحوثيين صاروا الآن يخوضون معارك في كم من منطقة مع القاعدة مع القبائل مع المظاهرات الواقع أن الحوثيين يخوضون حربا مع الشعب اليمني كله بكل فئاته بكل قبائله بكل مكوناته السياسية والحزبية هم يعتقلون الناشطين ويعذبون ويقتلون ويفجرون وربما كنا قد شككنا أو شكينا بموقف اللواء الصباحي لكن يبدو أنه كان فعلا تحت قبضتهم وتحت سلاحهم فحاول المراوغة حتى جاء الوقت المناسب ليفر إلى عدن وينضم إلى الشرعية نعم يعزز موقف الرئيس هادي وما على الرئيس هادي إلا أن يتخذ قرارات قوية وشكاعة أنا أبقى معي دكتور سنعود إلى هذا القرارات الممكن اتخاذها في الأيام القليلة القادمة ينضم إلينا السيد أحمد عائض رئيس تحرير موقع مأرب براس من صنعان وسهلا بك السيد أحمد عائض السيد أحمد عائض ما تعليقك على فرار أو هروب أو إفلات وزير الدفاع من الإقامة الجبرية التي فوردت عليهم طرف الحسين من صنعاء إلى عدن هل هذا فيه دلالة عسكرية لتناول الموضوع ما عمله اللواء الصبيشي هو ما كان يفترض به أن يضوم به من أول لحظة لكن يبدو أن ظروف المتغيرات المحيطة به منعته من ذلك ولذلك الصبيشي يمتاز بالدهاء العسكري ولذلك صور للحوزيين طيلة الأسابيع الماضية أنه منهم وفيهم حتى أنه أبدأ أو أدلى بعدد من التصريحات يعني تنال بالغمز والهمز من أحادي ومن الأطراف الأخرى ووافق على أن يترأس اللجنة الأمنية الثورية تابعة للحوزيين لأنه كان ينظر في هذا التوقيت على أنه لا مناص إلا أن يبقى في هذا المكان المهم خاصة في موضع وزارة الدفاع فليس من الممكن أن يبقى هذا المنصب شاغلا خاصة في الأطمة صنعاء لكن بعد تغيير الأمور وخروج الأمور عن مجراءة التي كان يخطط لها الحوزيين بات الصبيحي يفكر بأن يكون ضمن القائمة الحقيقية خلف الرئيس هادي فكان ما عمله من تخطيط أن داوم صباحا في وزارة الدفاع وتناول غداه عند وزير الداخلية المقرب وصهر أحد القيادات الحوثية جلال الرويشان وبعدها بأقل من ساعة كان تحركه إلى محاوظة عدن عبر طرق ملتوية ومتعددة نعم مجلس التعاون الخليجي على لسان العهل السعودي سلمان بن عبد العزيز كان قد تقابل طلب أو مناشدة الرئيس اليمني بنقل الحوار إلى الرياض بعيدا عن الضغوط الحوثية هل ترى بأن إيران ستقبل بأن يذهب الحوثيون إلى الرياض للحوار قبل أقل من ساعة كما طرحت أنت أعلن أحدا ما تقين الإعلانيين باسم الحوثيين على أن الحوثيين ليس لن يذهبوا إلى الرياض ولن يكون لهم أي تواجد في هذه المباحثات وهذا ما كان متوقعا في الشارع اليمني الحوثيون لن يرضخوا لحوار إلا وهم مسيطرين على كل مطاطر الحوار ليمكن إدلعب التهديدات والوعد والوعيد كما حصل في العاصمة صنعاء الحوار هو عبارة عن مسرحية هزلية ينظر إليها الحوثي ويفرد أفرادا في هذا الجانب لكن تحركاته على الأرض تخالف كل ما يجري في موضوع الحوار الحوثي ليس في أولوياته الحوار ولا نتائج الحوار هو يمشي وفق مشروع وفق خطة وكل ما يجري على الأرض يثبت ذلك ابتداءا منذ أن كان في عمران وما قبل عمران حتى وصوله إلى عاصمة صنعاء هل هذا يعني أن الرياض ستستقبل تشكيل جبهة سياسية يمنية عريضة كبيرة ضد الحوثيين سياسيا وإذا لم تنجح ربما لاحقا ستتحول إلى قوة عسكرية لمجابات الحوثيين القوة السياسية هذه ظهرت منذ اللحظات الأولى لوصول الرئيس هادي إلى عدن كل الأطراف السياسية وكل الأعزاب السياسية التي تؤمن بالعمل السياسي وتؤمن بالحوار وتؤمن بالعملية الانتقالية كلها أعلنت مواقفها وتأيدها للرئيس هادي والوضوح ومطلبت باستمرار الحوار لكنهم طلبوا أن يكون في مكان آمن فاقترح أن يكون مدينة عدن أو في محافظة تعز فكان الرفض للحوثي ثم طرحت بعض الأطراف الدولية والمحلية أيضا أن ينقل الحوار إلى خارج اليمن فوافقت كل الأطراف واليومية الحوثيين رافضين على هذا أظن على أنه كعمل سياسي الحوثيون الآن يصرون في جبهة ضيقة وفي مكان صغير باستثناء نحن في انتظار موقف الحزب الحاكم السابق المؤتمر الشعبي العام أين سيكون إذا أعلم غفته فهذا يعني أن هناك ليس تحالفا وإنما تزاوجا سياسيا بين الطرفين وهذا ما يعكس على أن المجتمع اليمني كقوة سياسية ستنقسم إلى جسمين يعني طرف وراء الرئيس هادي وشرعيته والطرف الآخر هو الطرف الإنقلابي تحت عباءة الحوثيين والرئيس السابق شكرا جزيلا سيد أحمد عائض رئيس تحرير موقع مأرب برس كنت معنا من صنعاء وأعود إلى ضيف عبر سكايب دكتور محمد الفقه أطرح لي هذا السؤال هل تعتقد أن الآخر فرصة الآن هي حوار الرياض القادم وإذا لم يجح هذا الحوار فأن المعركة صارت بين إيران وربما دولة إقليمية أو دول إقليمية في المنطقة الحوار لا بد أن يستمر سواء في الرياضة أو في أي مكان يعني سواء في الرياضة أو في عدن أو في داخل اليمن لكن الصراع مع إيران يبدو أنه لا مفر منه إيران تتحدى الجميع إيران يعني اليوم تعلن أو مسؤول مهم يعلن أن عاصمة إيران أصبحت بغداد إيران تتحدى يعني تثير القلاقل في كل الاتجاهات وآخرها الآن في اليمن يعني ضاربة بعرض الحياة كل القرارات الدولية وقرارة مجلس التعامل الخليجي والمبادر الخليجية وكل الحوارات التي تقري في اليمن يعني كلها ليس حقيقة في وادي وما تقوم به إيران والميليشيا المتمردة التي تتبعها في وادي آخر لذلك يبدو أنهم لا يعولون أو لا يهتمون بالمصير الذي ينتظر الجميع أو حقيقة الوضع الراهن أو الوضع المستقبلي لليمن إلى أين لا يهمهم تذهب اليمن إلى الهاوية لا يهم هم يريدوا يسيطروا على اليمن بأي ثمن في الوقت الذي استرح فيه هذا الذي كنت تكلمت عليه أنت هو علي يونسي نائب الرئيس الإيراني أعتقد استرح من إيران أن إيران اليوم إمبراطورية وعاصمتها بغداد وعادت إلى إمبراطورية الفرص القديمة نعم نرى وزير كذلك وزير خارجية السعودي سعود الفيصل يقول بأن إيران الآن بصدد الاستلاء على العراق لكن إيران تفعل ميدانيا فقد أبرمت اتفاقية مع الحوثيين بشأن النقل بين صنعاء وطهران ما الذي يفعله دول السنة من أجل الوقوف في التدخلات المستمرة لإيران في دول المنطقة والله يا أخي بعد أسف دول السنة ودول المنطقة حقيقة الدول الإقليم التي هي السند الحقيقي لليمن هي شاركت حقيقة في الفخة التي وقعت فيه اليمن ووقعت فيها لكن الآن لا نريد أن نظل نتأوه على الماضي أو على ما حصل يجب أن نبدأ بداية جديدة وصفحة جديدة وقوية والبداية أيضا تكون بدفع الرئيس هذه وتشجيعه لاتخذ قرارات شجاعة وقوية تحمي اليمن وتحمي الشرعية وتحمي لأن هذا التباطئ في اتخاذ القرارات يعني بعدين تصبح القرارات الصائبة في الوقت الغلط أبقى معي دكتور محمد الفاقه أبقى معي ينضم إلينا السيد علي المعمري أو المعمري عضو مجلس النواب وعضو الحوار الوطني من عدن أهل وسهلا بيك السيد علي المعمري أنت عضو في مجلس النواب وعضو في الحوار الوطني هل سيشهد الحوار نعم أهل وسهلا بيك هل سيشهد الحوار انعراجة ربما إيجابية أكثر بانتقاله إلى الرياض أخي الكريم أنا أولا عضو في الحوار الوطني نعم ما قبل إلى أن انتهت مفرقات مؤتمر الحوار أنا بس عبوا في الحوار الذي يجني الآن مالش نعم نعم لكن المشكلة دائما يا أستاذ علي كانت هناك المبادرة الخالجية لكن المشكلة في تطبيق الآلية أو آلية التطبيق أو كيفية فرض هذه القرارات على الأرض وعلى الواقع حيث كيف الوصول إلى حكومة وحدة وطنية إلى تحقيق اليمن في هذا الجو الذي يمتاز بتصلب الموقف الحوثي أخي الكريم أتصور أن امتلاك الحوثي للقوة اليوم هو معيض كبير لمخرجات للخروج بنتائج طيبة في الحوار لكن ينبغي على الذين يقفون في مواجهة الحوثي أن يخلقوا الصفافا واحدا قويا في مواجهة مشروع الحوثي جماعة الحوثي هي جماعة أقلية لكنها تعرف ما تريد وتمتلك من القوة ما تستطيع أن تفرض به ما تريد في مواجهة هذه القوة أتصور أن الأطراف المواجهة لهذه الجماعة عليهم أن يخلقوا الصفاف وطني وأن يعرفوا ماذا يريدون بالضبط ما لم فإن الحوثي بفعل امتلاكه للقوة كلما اتفق مع الآخرين سنجد أنه سرعان ما يخلف وينكث بكل الشعقات التي تتم مع القوة السياسية لكن أقول أن يعني أنه مثل ما قلت أولا إخخارت الصفاف وطني في مواجهة هذا المشروع الأمر الثاني لابد من يعني عودة أو تسليم كل الأسلحة التي أخذها الحوثي وعودتها للدولة نعم يعني فالما والأسلحة نعم التي نهيبها لازلت بيده والقوة لازلت بيده نعم أعتقد أنهي نتائج للحوار ما لم تكن مرضية له فهو سينقلب عليها بفعل امتلاكه للقوة هذه القوة لا يمكن أن تواقع وأن تحجم إلا باستفاف وطني لكل القوى السياسية التي تتضرر من مشروع الحوثية هذا المشروع الذي يعني تسبب لليمن اليوم مشكلات كثيرة لكن لكن تبقى دائما المشكلة مطروحة الآن يعني القرار الحوثي ليس في أيدي الحوثيين وحدهم بل في يد إيران الظاهير القوي المساند لتحرك الحوثيين في اليمن ألا ترى سيد علي المعمري بأن وجود إيران كطرف في المفاوضات أو طرف في الحوار في السعودية في الرياض أمر ضروري على الأقل في مرحلة من مراحل هذا الحوار أخي الكريم لا أحد يخفى عليه وجود إيران في المشهد اليمني إيران اليوم لا عد أساسي في المشهد اليمني وهي تتحكم بهذا المشهد من خلال جماعة الحوثيين موالية لها وأنا أتصور أن اتفاقا إيرانيا سعوديا أمريكيا يمكن أن يكون أطروا في اليمن قيد أتصور أن ما يحصل في اليمن هو ضمن صراع دولي وأن إيران تستخدم ورقة اليمن كورقة تساوم عليها في مفاوضات الحد الأسلحة النومية بالتأكيد إيران ينبغي أن تكون حاضرة لكن مثل ما قلت اليمنين اليوم بلدهم يوشك على التمزلق بلدهم يوشك على الذهاب إلى الهاوية أتصور أن كل يمني يمتلك قليل من الوطنية قليل من الإحساس قليل من الوطنين ينبغي أن يلتقط الفرصة التي اليوم يقدمها أصفتنا في المجلس التعاون لإحتفان هذه المفاوضات من أجل أن نخرج من هذه الوطنة التي أعتقد أن أجزم بأن الحوثين هم السبب الرئيس اليوم يا أخي الكريم البلد اقتصاديا يكاد أن يسقط أمنيا كل ما يمكن أن تخيله من وسائل أو من إمكانية للذهاب إلى المجهود والذهاب اليوم نرى فكاد تقترب من الحقيقة الحوثين والقوى السياسية عليهم أن يعلموا أنه ليس هناك من إمكانهم في حاكم اليمن إلا اليمنيين جميعا وأنه لا تستطيع أي قوة مهما كانت أن تحكم اليمن منفردة شكرا جزيلا سيد علي المعمري عضو مجلس النواب ويداهي من الوقت وعضو الحوار الوطني كنت معنا من عدن أعود إليك الدكتور محمد الفقه أنا طلح سؤال السيد علي المعمري ووافقني على ذلك وكذلك أضاف بأن وجوب كذلك حضور الطرف الأمريكي في هذه المفاوضات باعتبار أن الآن أمريكا لها علاقة مع السعودية وعلاقة مع إيران في تقارب مؤخرا كبير بين الطرفين الإيراني والأمريكي وبالتالي فلا يمكن لمبادرة الخارجية أن تحيى أو أن يعادوا أربما صياغتها في اتفاق جديد إذا لم تكن هذه الأطراف حاضرة وضامنة لتطبيق آليتها وهي السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وإيران حقيقة الأمريكيين أثبتت الأيام أنهم لا يهمهم استقرار المنطقة بقدر ما يهمهم أمن إسرائيل ومصالحهم فقط وفقط يعني هم الآن يمدون بأيديهم لإيران ويضربون بعض الحائط بكل أصدقائهم في المنطقة أو الدول السنية أو الجماعات السنية لكن هل تعتقد دكتور أن السعودية وإيران بإمكانهما أن يتحاور على نفس الطاولة في الرياض؟ مع الأسف الأخوة في إيران لا يوثق بهم على مدار التاريخ التحاور مع الأخوة في الشيعة يعني مع الأسف ربما نتحاور مع الآخرين ونصل إلى نتيجة لكن التحاور مع الأخوة الشيعة ومع الملالي بالذات لا يوصلنا إلى نتيجة معهم مع الأسف لأنهم يمارسون التقية ويمارسون الخداع ويعتبرونه جزء من إسلامهم وهذه مشكلة كبيرة لكن الأيام أو التجارب السابقة أثبتت بأنه لا يمكن الوصول إلى حل في المنطقة كلها بما في ذلك العراق، سوريا، اليمن لا يمكن أن يصل الجميع إلى حل بدون أن يكون هناك توافق سني شيعي والمعروف أن الطرفين تقودهما العربية السعودية في الخريج وإيران في المنطقة والله مع الأسف هذه كلها مجتمعات غالبية سنية ولكن التقاعس السني هو الذي جعل إيران تسرح وتمرح في المنطقة بشكل عام ولذلك يجب على المجتمعات السنية أو الدول السنية هذه أن توثق روابطها وأن تعيد وحدتها بحيث وتوازنها العسكري مع إيران حتى تجعل هناك توازن مع إيران لأن إيران أصبحت الآن أكثر خطورة على المنطقة من أي عدو آخر مع الأسف نقولها بكل مرارة يعني الإيرانيين يعني مع الأسف يعني يعتبرون السنة أعداءهم ويعني يحيكون المؤامرات ضد كل ما هو سني لكن الآن دكتور هذا آخر سؤال الآن بعد إفلات الرئيس علي عبد الربوهادي منصور وإفلات وزير الدفاع وربما سيفلت كذلك خالد البحاعة رئيس الوزارة وربما وزارة آخرون سوف لن تبقى أي أوراق أو أي أوراق للمساومة يملكها الحوثيون وبالتالي هل هذا سيغير من موقفهم إذا استمر هذا النزيف في رصيد المحتجزين لديهم أو الرهائن لديهم أخي لازم لابد أن يعرف الجميع أن هذه المجموعة لا تتعامل إلا بالقوة وبالسلاح ومدام قد نهبت معظم أسلحة الجيش وما زالت سلاح بأيديها وما زالت هناك ألوية من الجيش موالية لها فلن تتفاهم ولن تقرب أبدا مهما هرب ومهما سلاح ومهما رجع لكن لابد على الرئيس هادي ووزير دفاعه الآن والحكومة ستجتمع غدا في عدن وهذا اجتماع سيكون اجتماع تاريخي حقيقة للحكومة لا بد أن تمارس كل صلاحياتها ونشاطاتها من عدن ولا بد من اتخاذ قرارات ولو قرارات مؤلمة ولو قرارات مؤلمة نقولها بكل إله على الرئيس هادي أن يغير من أسلوبه الرخو الذي اعتدنا عليه هو يحاول يبتعد عن صفك الدماء وهذا يحمد له ولكن اليمن في خطر اليمن ستذهب إلى الهاوية إذا ظل على نفس الخط شكرا جزيلا قرارات قوية وصعبة وشجاعة وفي الوقت المناسب شكرا جزيلا الدكتور محمد الفقيه المحلل السياسي اليمنى كنت معنا في هذا الملف اليمنى أشكركم عزيزي المشاهدين على متابعة كلهم لهذه الحلقة من أحداث وأصدار نلقاكم مرة أخرى بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا جزيلا شكرا جزيلا